في تطور سريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وبتخلي طريق التعاملنا مع المهام اليومية مختلفة تماما وكيل الذكاء الاصطناعي جديد وهو سونا اي اي هذا النموذج مش فقط هو وكيل بالذكاء الاصطناعي ده ممكن يكون زميلك في الشغل يقدر أنه يساعدك في التفكير والتخطيط وتنفيذ الأعمال بشكل مستقل سونا اي 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 صمم عشان يكون موظف كامل يقدر ينجز مهام معقدة في العالم الحقيقي وكمان فيه أدوات تقليدية موجودة فيه تقدر أن انت تستخدمها زي أن انت تستخدمه في عملية البحث أو عملية التحليل وممكن كمان يساعدك في اتخاذ القرارات وكل ده بدون تدخل البشري مباشر ويتفاعل مع البيئة الرقمية عبر كومبيوتر افتراضي يقدر أنه يكتب الملفات وينفذ الأكواد البرمجية بالنسبة لي سونا اي اي من المفترض أنه هو ممكن نقول عليه alternative أو بديل لي منس اي اي او بديل لي جينيس بارك بشكل عام أيا كان سواء كان بديل أو غير بديل نقدر نقول هو أداة جديدة عندها صلاحيات تقدر ترفز كل أنواع الأوامر البرمجية والإدارية وهو كمان مفتوح المصدر ومتاح على جيت هب وتقدر أن انت تستخدمه لو أنت حابب أن انت تحمله عندك على الجهاز ممكن تجربه كمان عبر الموقع الرسمي سونا.so وده اللي احنا النهاردة إن شاء الله هنبص عليه وأيضاً هنبص على إيه اللي يقدر سونا اي اي يعمله من خلال الديموز واليوس كيسز الموجودة عندنا على الموقع أولاً لازم نقول أن سونا بيفهم المهمة الأول وبيقوم بتحليلها وبعدين بيحطح خطة تنفيذية وبعدين يبتدي أنه هو يبحث ويتحققه في الآخر خالص بينفذ المهمة وكمان بيسلمك الملف والنتيجة النهائية في الآخر طبعاً سونا اي اي ممكن يسمح لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم إنها تستخدم تقنيات التكالي الاصطناعي المتقدمة بدون الحاجة إنها تستثمر استثمار كبير سونا اي اي من المتوقع إنه هو يشهد تطور أكتر في الفترة القادمة ويلا بينا نبص كده إيه هي اليوز كيسز اللي ممكن تستخدم فيها سونا اي اي يلا بينا نلقي نظر على سونا اي اي مدرحوش فأي حتى حتى نرجعلكم مرة تانية متابعي قناة انفو تكفر يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة كل اللي عليك إن انت تخش على سونا.so من الرابط الموجود في الوصفة أسفل فيديو وده الموقع الرسمي لكن لو حاب تبص على الكود تقدر تروح على الجيت هاب على الجيت هاب هتلاقي سونا اي 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 أيضا موجود الكود وإزاي إن انت تنزله كل ده موجود عندك على جيت هاب طبعا الموضوع ده أعتقد أكثر الديفولوبر حيقدروا يتعاملوا معايا بشكل ثالث وسهل لإن هنا بيقولك إزاي تعملوا انستول على الماك أو اللينكس أو الويندوز فأعتقد لو ما عندكش خلفية تقنية الموضوع هيكون صعب بعض الشيء وده اللي بيخلينا نستخدمه على الموقع الرسمي اللي هو كورتكس سونا اي 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 كورتكس اي اي هو نفسه سونا اي اي أعتقد كورتكس ده حيكون الشركة نفسها وحنبتدي نبص على اليوس كيسز اللي ممكن من خلالها تستخدم سونا اي 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 في الخطة المجانية انت ليك عشر دقيق شهريا يعني هو مش مفتوح كده يعني فور فري الناس هتقولي طب منين اوبن سورس ومنين هو بيكلف على الموقع الرسمي لان انت على الموقع الرسمي بتستخدم الريسورس بتاعتهم والموارد بتاعتهم فطبيعي جدا ان هو الموارد دي بفلوس فهو هيحسبك على استخدام الموارد لكن على جيت هاب انت هتستخدمه او تعملوا انستول على جهازك انت فانت هتستخدم الموارد بتاعتك حبيت بس ان انا اوضح هذه الجزئية في الفري زي ما قلتلك انت ليك 10 minutes per month تعالى نبص على اليوز كيس اولا ممكن حاجة زي كده analyze the marketing for my next company in the healthcare industry ده مثال تعالى نبص عليه كمان متاح لك ان انت تبص عليه ازاي تم تنفيذ اليوز كيس تعالى نبص مع بعض عشان تتخيل هنا بيقول لي هنا التاسك كان عبارة عن analyze the market for my next company in healthcare industry نفترض الشخص ده اصلا عنده company وعايز يفتح company تانية located in UK give me the major players their market size, strengths, weaknesses and add their website URLs once done generate a PDF report بيطلب منه في الآخر ان هو يولد PDF report او تقرير PDF هنا هو هيبتدي زي ما انت شايف يفتح ال soon as computer من خلال الكمبيوتر بتاعه بيوريك ازاي هو بيعمل عملية البحث وبيدور وبيفلتر وبيعمل الكلام ده كله في بعض المواقع مثلا لما دخل عليها لقى فيها error فانت هنا في ال preview بتشوف كل حاجة ده ال browser window الخاص بـ soon as computer هنا هيبتدي يعمل السرش بتاعه بتددي ان هو طبعا بيخطط وبيعمل الموضوع بشكل احترافي تماما وبيوريك ازاي هو بيعمل الموضوع ده هنا ممكن ان انت تروح تنافجيت على الweb site اللي هو راح تدور فيه ازال بيعمل عملية البحث بيوريك ازاي هو بيعمل شايفه بيخش على ويبسايد ويبسايد بيبص فيه ازاي نفس الفكرة بتاعت partners AI كمان بيبص على reports مش بس يعني ان هو بيدور كده في مواقع لا بيفتح ال reports الموجودة في المواقع ويبص على report report طبعا هنا بيعد معيك عدد الweb sites ودور في 211 website او 211 مصدر هنا skip to end بس عشان اوصل للنهاية خلص فيه النهاية وهنا قالك وعمل ايه عمل initial research و detailed analysis وفي الاخر خلص عمل لك report وبيقول لك delivery انت هتستلم final report بتاعك ال pdf الattachments بتاعتك تعالى نبص على حاجة تانية فيه طبعا امثلة كتيرة give me the list of the most important vc funds in the united states planning company generate plan the company working on excel جميلة جدا انت لو عطته شية excel فيه معلومات وانت عايز يطلع معلومات من على الانترنت ويضفها جوه شية ال excel ويضفها جوه شية ال excel ويديك شية ال excel في الاخر المحدث او اللي معمول له updated هنا بالنسبة لل seo analysis الناس المهتمية بال seo هنا recently funded scrab forum i need to find the paste beauty centers in room summarize research and compare scientific papers على تأثير الالكول على الجسم ومثلا تعالى نشوف summarize حاجة زي كده watch حاجة زي دي مثلا ده هنا بحث علمي هم عاملينه هنا ايضا في ال five years هنا بيقول لك هو عمل ايه في الاخر خالص بس عمل initial research data collection analysis report ايه يعني dark mood هروح على higher sooner وحبتدي ان انا اسجل اعملت sign up داخل سونا ده ال dashboard الخاصة بي هنا what would you like sooner to do today هنا بتقوله انت عايز ايه مثلا هنا احنا هنختبره باللغة العربية عشان نشوف تعمله مع اللغة العربية هطلب منه الجزء المتعلق بيه العلامة التجارية لو تفتكروا المهمة هي انجاز منجز تصميم شامل لهوية علامة تجارية وهبتدي send message وحشوفه هيتعامل مع هذا التسك ازاي طبعا هو استخدامه الاقوى من ده من وجهة نظري ان انا هيكون عندي شيت اكسل عايزة ارفعه له وقوله دور على بينات معينة وحطهه جوة شيت الاكسل انا شايف ان ده هيكون حاجة عملية اكتر ومختلفة عن استخدامه في سؤال زي ده مثلا فيه نمازج تانية كتير جدا ممكن تديني الاجابة ولكن عايزة اشوف الطريقة اللي بيبتدي ان هو يشتغل بيها بشكل عملي هنا خطة عمل لانشاء هوية علامة تجارية بيبتدي يقول لي هو هيمشي ازاي او الخطة بتاعته ايه زي ما احنا شايفين كل خطوة بيمشيها لو انت دست هنا هتقدر تعرف هو بيعمل ايه بيعمل نقاط الرئيسية من تحليل السوق طبعا طريقته يعني عن اي نموذج تاني طريقة يعني ديبلي قوي بيدور بشكل دقيق جدا يمكن من وجهة نظري كمان افضل من الديبري سيرش لانه في الاخر خالص ممكن يدي ريبورت بكل الكلام ده بشكل منظم وافضل طبعا انت ليك مجانا عشر دقيق في الشهر فتوقع مثلا ان انك ممكن تستخدمه عشان تعمل تاسك او اتنين بالكتير اوي في الشهر وده معناه ان النتائج اللي انت بتحصل عليها نتائج مختلفة عن الديبري سيرش العادي اللي بيعمله اي نموذج وده وجهة نظري الشخصية فاتمنى ان انتو تجربوه وتقولو يراقيكم في التعليقات ابتدى ان هو يعمل لي تصور بصري للهوية انت متخير بصي الالوان اللي هو وعطيهولي يعني تصور بصري تباعة والخطوط بيوريني يعني عايزي وريني الالوان مايكتبليش الالوان مباس لا او عايزي يقولي اللون البجي الطبيعي شكله ايه اللون الفيروزي الاخضر الزتوني فبالتالي يعطيني كمان تصور بصري وهو شغال هو لسه شغال على التاسك اللي انا عطيهول ولكن لك انت تخيل هو بيشتغل ازاي طبعا عشان ترجع لأي واحد من دول بتبتدي ان انت تدوس عليه وترجع له تم الانتهاء من الموجز اللي انا طلبته بيقولي هل هناك اي جوانب محددة يعني ممكن كمان تعمل معاشات وتسأله وهنا الملفات اعطاهالي بس هنا الملف ما كنتش قادرة افتحه فقالي اعتذر عن المشكلة ساكون بتقديم المحتوى عطاني المحتوى على طول عشان انا مش قادرة افتح الملف بحيث ان انا اخده وبشكل عام اعتقد المشكلة هتكون متعلقة بالمدة انا عديت المدة اعتقد ان الموضوع ان العشر دقيقي ممكن يكونوا خلاص خلاصهم يعني لانه خد وقت كبير فيها يعني هو مش هيكون عملي في الخطة المجانية من وجهة نظري اطلاقا يعني هو هيكون عملي في الخطة المطفوعة اكتر زي ما قلتلك انت بتستخدم الموارد بتاعته استخدم الكمبيوتر بتاعه عايز تنزله عندك على جهازك نزله عندك على الجهاز الكود موجود على جتح بس انا دايما بقول الموضوع محتاج خلفية تقنية يعني من نسبة لي sona.so الرابط موجود في الوصف اسفل فيديو ان شاء الله حبيت ان انا اشارك معاكم وكيل الذكاء الاصطناعي sona.ai اتمنى ان اسمع رأيكم في التعليقات من وجهة نظري انا حاسة كده ان برضو يعني جينيس بارك هيكون هو الحل المثالي بمتين نقطة بشكل مجاني احصل بيهم على حتى لو تسك واحد في اليوم انا من وجهة نظري هيكون افضل لان انا كل يوم حقدرنا نستخدمه في طاسك معين لكن على الموقع الرسمي عشان استخدمه لازم هنا sonai.ai يكون في الخطة المدفوعة ده رأي شخصي واتمنى اسمع رأيكم في التعليقات لكن انا من وجهة نظري عشان تعمل مقارنة عادلة اعمل نفس الطاسك على sonai.ai اعمل نفس الطاسك على جينيس بارك اعمل نفس الطاسك على امانا ساي اي لو انت لك بسه نقطة عليه اعمل نفس الطاسك على شهر جي بيتي بي دي بري سورش وشوف النتيجة هتطلع لك عملة ازاي اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفوريو زي ما قلتك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلها بكل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت ودومتوا فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته